اهلا بكم النهاردة اول حلقة لينا من سلسلة تحدث معي سلسلة دي هتبع عبارة عن مجموعة من الفيديوهات لتعلم المحادسة الانجليزية كل فيديو هيبع عبارة عن محادسة هنسمحها في الاول وبعد كده هشرحها واشرح الكلمات اللي فيها والكلمات اللي ممكن تبع بديلة والجمل اللي ممكن تبع بديلة بعد كده هنسمحها تاني بطريقة بطيقة بحيث ان انتو تسمعوها وتكرروها كنوع من انواع التدريب على التحدث The first conversation in the class It's nice to meet you Hello I'm Tom Henry Hi my name is Mark Carter It's nice to meet you Mark It's nice to meet you too I'm sorry what's your last name again I'm sorry what's your last name again It's nice to meet you It's nice to meet you يعني تشرفت من معرفتك او ساعدت بلقاءك او مصرور ان تعرفت عليك كل ده معاني لي It's nice to meet you It's nice to meet you مترد عليها It's nice to meet you too It's nice to meet you too What's your last name again يعني مع زرطان اي اسمك الاخير مرة تانية برضو ممكن نقول Please repeat your last name يعني من فضلك عيد اسمك الاخير او ممكن نقول I'm sorry Could you repeat your last name يعني مع زرطان تقدر تعيد اسمك الاخير كل دي جمال تمشي ممكن في الطلب ده برضو I'm sorry هنا مصود بها مع زرطان مش انا ياسف بس دي الطريقة المستخدمة اكتر يعني هي بتساوي Excuse me او Barbell بس دي الطريقة المستخدمة اكتر نيجي برضو على معنى كلمة Last name بمعنى لقب العيلة او معنى اسم العيلة يعني لو فرضنا ان باتريك ده اسمه Patrick Steve William هيبقى First name Patrick Middle name اللي هو اسم الاب Last name اللي هو اسم الجد او اسم العيلة بس لما حد بيقول اسمين بس بيعتبروا ان الاسم التاني ده اسم العيلة لان هو ممكن بيختصر كاسم لقب بتاع العيلة فبيقوله على ذول Last name Nick name اللي هو بيبقى اسم الشهرة ما بين الاصدقاء ما بين العيلة يعني زي ما بنقول في اللغة العربية مثلا اسم ابراهيم نقول عليه Heima ده شهرته مثلا اصحابه يقول له Heima العيلة بتقول له Heima ده Nick name طيب Last name ده مستخدم اكتر في الامريكا الانجليش لكن برضو فيه مرادفات تانية بس مستخدمة في البريلش انجليش اكتر اللي هي surname او second name الثلاثة دول بمعنى لقب العيلة او اسم العيلة بردو لما قال This is our classmate Patrick لما بنقول classmate بمعنى زميل الفصل او زميل الدراسة بس نعرف برضو الكلمة دي mate لوحدها بمعنى زميل classmate بمعنى زميل الفصل او زميل الدراسة roommate بمعنى زميل الحجرة او زميل السكن يعني لهم اجرين حجرة مع بعضيهم او شقة مع بعضيهم بتقول roommate لكن في البريلش انجليش بيستخدم اكتر housemate او flatmate لكن في الامريكا بيستخدمه roommate we call him bad call هنا مش بمعنى يتصل call هنا بمعنى ان احنا بننادي عليه ما بيننا اسمه كده bad زي ما قلنا ان ده نيك نيم بتاعه اسمه المتداول ما بيننا احنا كاصحابه او زملائه نسمع تانى المحادسة ونحاول نقولها ونكررها لحد ما تزبط مرحبه 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 م ت Louisiana إنه جميل أن أتعرفك أيضا أسفل، ما هو أخذك أيضا؟ إنه كارتر هذا هو أخذنا، باتريك نسمى باتريك إنه جميل أن أتعرفك أيضا إنه جميل أن أتعرفك أيضا